الأجهزة الأمنية التي جاءت لحمايتنا لا 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 في وجه هذه الأجهزة الأمنية التي شكرها في إحدى خطاباته السابقة رفع السلاح لاحقا أحمد الأسير وجهت دولة مؤسسات وجيشا من منبر المسجد بدأ إلى ساحة الاعتصام وقطع الطرقات إلى أرض المعركة هكذا تسلسلت خطواته وهكذا انتهى فرا من وجه العدالة إذ اتهم الأسير بعد معركة عبره في صيداء التي خاضها ضد الجيش اللبناني في صيف عام 2013 اتهم مع مطلوبين آخرين بالأقدام على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش وقتل ضباط وأفراد منه واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش اللبناني قاضي التحقيق العسكري أصدر قرارا اتهاميا في شباط عام 2014 طلب فيه تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 54 شخصا بينهم الأسير فيما يتعلق بأحداث عبره الرجل الذي بدأ هذه الأحداث هرب وبدأت بعد ذلك رحلة البحث عنه ونفذ لجيش اللبناني مدهمات عدة في عدد من المناطق اللبنانية والأسيام في صيداء بحثا عن الأسير ونفذ اعتقالات بحق أنصاره في الفترة الأخيرة وذلك بعد اعتراف الموقوف خالد مصطفى محمد الملقب بخالد حبلوس بمشاركة الأسير في معارك بحنين في الشمال ضد الجيش اللبناني في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي حيث اعترف حبلوس أنه أول أسير في منطقة القبة في الأوينة الأخيرة وأنه أعاد الأسير إلى صيداء بعد ذلك إلى أن قامت القوى الأمنية بإلقاء القبض على الرجل الذي بدأ مدافعا عن المسلحين في سوريا ومناوئا للحكومة السورية ليتحول هجومه فيما بعد نحو الدولة اللبنانية